الأجيال الجديدة غير متوقعة تماماً وأمهات وأباء الجيل الجديد من أول ما بندخل ولادنا المدرسة ومروراً بمرحلة المراهقة ولحد ما يتخرجوا كمان دايماً حطين إيدينا على قلبنا ومستنيين اليوم اللي حيبدأ يحب فيه ويفكر في المواضيع العاطفية إيه التصرف السليم وفي نفس الوقت إزاي نحميهم من اللي حواليهم ومن نفسهم كل ده حنتكلم فيه مع دكتور عبد النصر عمر أستاذ الطب النفسي أهلاً بحضرتك يا بطن نهارا ده موضوع رومانسي بقى جميل طب الله يا كواستغير هنتكلم بقى أكفة بقى خناياة نتكلم ايه في الحاجات الرومانسية كده والحب وابدايات الحب مع الأطفال وفيه سن طبيعي المفروض الواحد بيبدأ يفكر بقى في الحاجات دي اللي هي بتختلف من شخص الأخر مفيش حب في الأطفال فيه إعجاب في الأطفال يعني ده مهم جداً يعني الولد أو البنت في المرحلة الابتدائية أو حتى في المرحلة العدادية ما يبقاش الحب اللي احنا مفاهمينه بيبقى إعجاب لأن الإعجاب ده بيبقى قائم على إيه احنا بنعجب ببعض إزاي بنعجب ببعض لما نبقى موجودين مع بعض فترات طويلة طبعاً نادراً ما تلاقي طفل بيحب طفلة في مدرسة ثانية في الغالب بيحب طفلة في الفصل موجودة معها على طول الخلافة الحقيقة في عارفة فين يا فاطمة إن احنا متصورين إن الحب بتاعنا زي الحب بتاعهم بمعنى إيه أنا متصور إن لو ابني اللي عنده ست سنين حب زميلته اللي عنده ست سنين في الفصل هتجوزه أو بيعملوا حقاً تقلية أدب يعني هو ده دماغنا بايس فعشين الناس بيجي لها زعر هو في دماغه مش كده خالص على الفكر هو عايز يوعد يرغي ويتكلم على الجيمز اللي بلعبوها ويتكلموا على الأفلام بيشوفوها يعني قصدي طريقة تعبرهم عن مشاعرهم حبين وجودهم مع بعض مختلفة تماماً عن طريق التعبير نحن عن مشاعر حتى الناس الكبيرة اللي بيقولوا عليه حب ده مش حب خالص ده اسمه الوله أو العشق باشن عندنا نظرية شهيرة جداً اسمها نظرية المسلس عشان أقول إن أنا بحب حد فيه تلاتة تلاتة فاكتورز أو تلاتة زاوية في المسلس الزاوية الأولى الباشن الباشن ده اللي هو العشق أو الولا اللي هو بقى فيه نوع من المشاعر القوية جداً إن أنا بتوحشيني جداً وبحب بقى أشوفك ومشوفك بضربات قلب سريعة وبقى سعيد جداً وحالة من الانبساط الشديد جداً وليك فيلك تحت البيت واستنى تليفونك وحاجات لطيفة كده الجزء الثاني من المسلس حاجة اسمها الانتمسي إن أنا وأنت بنفس الدرجة الاصطقافة نفس الدرجة الاجتماعية بنتشارك في أفكارنا بنتشارك في رؤيتنا للدنيا أصحابي عم وثالث جزء أو الثالث ضلع في المسلس كوميتمنت إن أنا ملتزم بيكي بحبك أنت مش بحب الشعب كله معاك وأنت بتحبينا مش تحب الشعب كله معاك وبالتالي اللي بيحصل مع الولاد دول يأما لايكينج اللي هو الإعجاب اللي هو الضلع اللي تحت في المسلس اللي هو إحنا صحاب بس صحاب أنت صاحبتي قوي أنت صاحبها مفضلة هم بيتصوروا أنه هو حب والأم والأب بيصدقوا أنه هو حب وبتدأت عاملوا ويتخنقوا مع الولد أنت بتحبق يا ابني هأنت هتتجوزوا هتتجوزوا هم بيكونوا في حتة ثانية وإحنا بنتكلم في حتة ثانية خالص اللي بيحصل إنه طريقة تعاملنا مع أولادنا في هذا الموضوع بينقصها الاحترام ليه؟ لأن احنا ما بيحترمش مشاعرهم المشاعر دي هو مشاعر حقيقية على فكرة أنه هو بيحب سارة اللي جنبه دي من وجهة نظره هو معجب بسارة ما تسيبه جهة عجب بسارة أنت إيه اللي مذايق طرموا أنه هم بيعبروا عن هذا الإعجاب بطريقة لطيفة بطريقة فيها صداقة لطيفة بيسألوا على بعض في التليفون هم مش هعملوا أكتر من كده على فكرة أنت فهموا غلط؟ في خمسة تبتدائي مش هعملوا أكتر من كده لو جي فتحني في الموضوع قال لي ماما أنا بحب أو حتى بنت أنا بحب فلان أو فلان هاي أقول إيه؟ أنا سعيد جدا أن عندك مشاعر جيدة جدا ناحية حد دي حاجة طبيعية جدا بتحصل مع ناس كتير وده معناها أن أنت إنسان جيد خد بالك الإنسان القادر على الحب أو القادر على الإعجاب الأخرين ده حاجة كويسة على فكرة مش هحسن بيبقى في الدنيا كده ما عندوش أي مشاعر ناحية الناس وبيعجبش بأي حاجة تبقى صعبة جدا الحياة من غير إعجابه من غير مشاعر حاجة حياة باري دراي ماشي فقاوي يعني إحنا لازم نفتح ولادنا ولما يتكلموا لازم تحترمي مشاعره ودبالك احترام المشاعر الإنسانيه ده مهم جدا جدا واحترامه المعاناة على فكرة يعني لو قالك أنا مداء أولا الأجازة هتبتدي ومش أشوفها ما تتريقش طبعا ما تريقش طبعا ما تريقش لازم تحترمي مشاعره وعلى فكرة ممكن نقبلها في النادي كل أسبوع مصر يعني أصدق مفيش مهام منع يعني اللي ابن غلس على العيال بلا أم هم ما تبيع مشها غلط لو ابن أو ابنة بس مش بيتكلموا يعني الأم بتلاحظ برضو ما احنا فين جروبات أمهات وبتاع ونبقى فاهمين كل ما عم بتحصل في المدراسة هم الضائعة مصر لا ما فيلاش احنا بسيطرين جميل بني بيعرفين كل حاجة بتحصل في المدراسة وإحنا قاعدين لو أنا عرفت حاجة أو خدت بيني من حاجة أعلق ولا عم لفسي مش واخد بيني لأنه ده يعني حاجة ممكن أحرجه لو كلمت فيها أو أحرج البنت بصي لو ابنك أو بنتك دخل في علاقة إنسانية ومعرفكيش يبقى فيه عندك مشكلة في تربيته ليه لأن احنا بتبقى فيه مراحل على فكرة في التربية يعني احنا عندنا أحسن أسلوب للتربية أسلوب رطيب جدا اسمه The shoulds The may be They are free يعني ايه بنقسم العلاقة بيني وبين ابني أو بنتي تلات أقسام حاجة بـ The shoulds The shoulds اللي هي المفروض يتعامل The may be اللي احنا بنتفاهم فيه نتفاوض فيه The are free الجزء اللي انت حر فيه تعملين انت عايشه لما تبقى العلاقة بيني وبين ابني محترمة The shoulds اللي هي الحاجات لازم تصلي ولازم تذاكر هو بذاكر واحده بصلي واحده فلما تبقى العلاقة بينه وبينه طائمة على التفاهم والوضوح هيجي يحكي لي كل حاجة لو العلاقة بينه وبينه مش ايمة على اننا بحكم على تصرفاته من وجهة نظري أنا مش من وجهة نظري هو هيجي يحكي لي كل حاجة بس يعني هو ما يجي يحكي لي مش عايز رأيك على فكرة هو عايز تسمعيه بس وعايز تتفاهمي مشاعره نحن زميلته أو تتفاهمي مشاعرها نحن زميل لما يجيلك ابنك أو بنتك لو سمحتي احترم المشاعر لو ما جاش قال لك يبقى انت عندك مشكلة في العلاقة الإنسانية لو ابتدأ يخب عليك أو تخب عليك يبقى بيخاف منك أو ما بيصخش في رأيك أو ما بيحترمكيش وبالتالي عندنا هناك خلل في التربية ثلاث مشاكل أصعب يس لو أهل بقى جالهم ولد أو بنت أو عارفوا بالصد حتى أن هم فيه مشاعر نحن يتحد من زميلهم حتى لو في سن أكبر بقى ومراقة وتعاملوا بعون فقاوي يا دكتور مع الموضوع ده أصهر إيه على الولاي أخذ بالك سن مراقة ده سن حساز جدا جدا لأنه بيتم فيه بناء الهوية الإنسانية بطريقة جدا هوية الإنسانية من كل نوع ثقتي بنفسي ثقتي في الآخرين علاقتي مع أهلي وأمي علاقتي مع أصحابي القصة دي كلها في الغالب في سن مراقة وبالتالي الفهم الجيد لدور المرحلة العمرية دي في تكوين الإنسان في العموم مهم جدا مرحلة مراقة دي على فكرة الولد فيها بيحاول يبقى مستقل يعني احنا هدفنا على فكرة في مرحلة مراقة دي حاجة اسمها الأوتانومي الأوتانومي ده يعني الاستقلالية لو ابنك ما خرجش من مرحلة مراقة باستقلالية مشاعرية واستقلالية السلوكية يبقى انت فشلت في تربيته يعني ايه الاستقلالية المشاعرية معناها ان انا عندي اموشنال اوتانومي ان انا اقدر احكم على مشاعري ناحية الناس من غير مساعدة حد يعني اقدر اقول والله فاطمة دي انسانا كويس ومشاعري ناحية كده واحمد ده انسان انا بحكم مشاعري اقدر قيمها كويس فاطمة دي كويس احباها مش حاسمها كده وتاني حاجة الاوتانومي اللي هو البيهيفور الاوتانومي اللي هو الاستقلالية السلوكية ان انا بتصرف صح لان انا مقتنع ان انا مفهوم اشرب سجائر مش عشان ماما مخوفان ان انا اشرب سجائر مش عشان خاطر بابا وبالتالي لو المراهق ما خرجش من مرحلة المراهقة دي بالاوتانومي او الاستقلالية او احترامه لذاته يبقى انت فشلت في تربيته من اكتر المشاكل اللي تتبعت لنا دايما يا دكتور ان ام تقول او اب انا عرفت بالصدفة انولادي في مرحلة المراهقة بذات في الاعمار الاكبر شوية ان هما بيحبوا عادي ما كانش عندي مشكلة بس اكتشفت ان الموضوع مع الاندفاع مع الجيل الجديد لا هو بيتصدموا لما يبصوا على واتساب بينهم وبين الشخص اللي بيحبوه او لو لو ولد بيحبوا واحد هيقولوا ايه ده ازاي وصين لكده وهم يدوب في المدرسة الجيل فرق ما بينه وما بيننا جامد وبقى فيه جراءة بالذات مع الاعمار الكبيرة ساعتها الاهل المفروض يتصرفوا ازاي لازم تبقى سابقاهم بخطفة بمعنى لو انا تكلمت مع بنتي وقلت لها اخد بالك انا ما عنديش مشاعر ما انا خالص بقى عندك مشاعر ناحية فلان لكن سلوكياتك انا حسبك عليها مش انا حسبك عليها انت تحسب نفسك عليها يعني انت لازم تحترم جسمك او انت تحترم جسمك حبت زي ما انت عايز لكن سلوكياتك دي يعني بتنضبط او بتبقى تحت مزلط عائلتنا احنا عائلتنا يا ابن لما بنحب حد يبقى سلوكياتنا واحد اتنين ثلاثة بس مبعديش الخط ده انتعرف مشكلتنا ايه ان احنا بتوع رد الفعل بس يعني بسيب الوقت ما يقعفه نصيبة وارك اقوله ليه عملت طعملت كده ليه لأ هو سعبتك اسبقه بخطوة دايما اتكلم معاه وانت لو حبيت حد اتام معاه ايه وانت لو حبيت واحدة تعملي معاه ايه لازم نتكلم مع اولادنا بس علشان هي عارفة لو وقت ده انا كنت منتفق مع ماما ان انا حبه زي ما انا عايزة لكن لا يمكن اخليه يتجوز معاه جسديا لا يمكن اتجوز معاه كلاميا فن التربية انك تبقى سابقه بخطوة ان يبقى عنده المعلوم قبل ما يحصل حاجة المرحلة بعد دكتور بتاعت سانوي تلاقي الاهل بيلف حوالين نفسهم مصاريف ودروس ومذاكرة وكتب وده سايب الدنيا كلها او دي سايب الدنيا كلها بالطحنة اللي الاهل فيها وبيحب في تليفون يابني ام ذاكر بقى حاضر يا حبيبتي ركز يسيب الموبايل وذاكري مفيش والاهالي بيبقوا على عصابهم لان برضه دول سنتين فارقين وبيحددوا بقى مستقبل الولاد اغلبهم بعد كده هيخشوا جامعة ايه وهيعملوا ايه الاهالي بقى في الحتة دي ازاي يبقى هادي كده واحترم ابني ونفس الوقت خلي ابني رحامني وقف للتليفون وقوم زاكر لا احنا هنحترمه واحترم مشاعره واحترم شغله يعني انت بتشتغل ستودنت انت بتشتغل طالب وانا ما عنديش معنى خالص ان عندك مشاعر ناحت فلانة او علانة وبالتالي عايز تتكلم معاها ما عنديش مشكلة خالص انا ادي نفسك ساعة او نصف ساعة او اليوم اخر اليوم وتكلم فيها زي ما انت عايز لكن ان بتوين انتهت زي يعني قصدي برضو اجين مع المراهقين ومع هذه المرحلة العمرية التصادم ليس مفيد ابدا وبالتالي احترامه هنا وتعاني اتفق وتعاني هديك وقت تتكلم مع زميلتك اللي انت معجب بيها دي وهديك وقت تتكلم مع زميلتك مرحلة الجامعة بقى وقرارات الجميلة اللي بزات البنات بيقولنا بيها فجأة بقى خلاص حبت وفجأة خلاص ده فارس احلامي وفجأة خلاص انا حكمل وحجوز وها 18-19 سنة انا شايف ان هي ده مش وقت انها تاخد قرار حتى لو تقول بخطبالها سنتين تلاتة بس قرار حيأثر على مستقبلها اعمل ايه بي عشان نقنع البنات في السن ده انه هدي وقتك بلاي فور تايم بصي انا موافق خلينا نشوف السنة الجاية السنة اللي بعديها خد بقى لك في الورحلة العمالي دي كل ما بتاخدي هم ببقوا ببقوا يعني يعني بيدفعوا عن نفسهم بشدة ويدفعوا عن اختياراتهم بشدة فما ينفعش تقف ضد اختياراته بطريقة مباشرة احنا بنعمل معهم حاجة يسمعها الياس بالتكنيك انا موافق تمام الورد اللطيف ودفعتك ومستوى له كويس بس ايه رأيك بقى نستنى نتكلم في هذا الموضوع السنة الجاية الوقت على فكرة عامل فيصلي في المشاعر الانسانية على فكرة في الحب في كل حاجة الوقت يقتل يقتل المشاعر الانسانية الغير حقية يقتل الصداقة الغير حقية الوقت معيار معيار مهم جدا لفعلا عمق المشاعر الانسانية حتى الناس وبالتالي لو فاضلت تحبه 3-4 سنين والولاد فعلا فرامسنج وعنده امكانيات في الغالب بعد سنة او اتنين القصة بتنتهي من غير خسائر بس اهم حاجة ده بقى لو احنا سبقنا بخطو دايما تسبقنا بخطو حدرتك قلت بتلاقي حد مثلا اللي هو ماما تقوله خد حب دي او هما الاهل بيختاروا للبنت ايه الحاجة لانا ممكن اعملها مع ولادي غلط توصلهم ان هما لما يجبروا يبقوا عادين فقدين حتى فكرة ان هما يختاروا لنفسهم شريك حياة مستنين لما نقولهم ده فلانا حلوة او ده فلانا حلو ان انت مش هنا قلتلك التلتة الجهات اللي هو الشوز اللي هو لازم تعمل كل ما يزيد مكانة الكولوم او الخط اللي فيه حرية اكتر كل ما يبقى قراراته احسن يعني كل ما تصغف فيه وياخد قرارات وانت تحت عناكي ياخد قراراته وتعزز القرارات دي وتعودين وياخد قرارات في حياته بعقله مش بمشاعره يعني هنلازم تعلمي الولاد ياخدوا قرارات بعقلهم حاجة اسمها الكولد مايند مش الهوت مايند الهوت مايند ده اللي هو مشاعري يعني كده الكولد مايند ده اللي هو العقل التجريدي اللي هو باخد قرار وانا حسبه كويس كل ما تعاوديه حتى هو صغير بنختار لبس حاجة سيمبل جدا بنختار حاجة غالية اخد بالك انا مع وفقة جدا انك تختار حاجة غالية دي بس على فكرة أنا واجبت لك البنترون الغالي ده مش هده رجل لك اتنين هجيب لك واحد بس ومن حقك تختار دي انت عايز وعايز تاخد واحد غالي عايز تاخد اتنين بسعر الأقل انت حر يتعود يختار يتعود يختار لبسه يتعود يختار قصة شعره يتعود يختار إصحابه طالما ان هم جوه الإطار اللي أنا شايفه ما يضرش لو يتعود ياخد قرارات بسيطة هياخد قرارات اكثر تعقيدا بسخة اكتر لكن لو انا انا اللي بلبيش وانا اللي بختار له يعمل ايه وانا اللي بختار له قصة شعره وعنده 18 سنة